اشتركوا في القناة سباق النادي منطقة الرفة بالصخير كما حضر سباق عدد من أصحاب السمو وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام للمساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ومثلية الجهة الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وتم تتويج الفائزين في السباق حيث تسلم سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة كاس المغفور له الشيخ راشد بن محمد الخليفة من الشيخ سلمان بن راشد الخليفة كما تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كاس مجموعة بتلكو للشوط السابع من الدكتور غسان مرار مدير عام المجموعة الاستحواذ ودمج الشركات ومحمد الفرج أخصائي علاقات العامة فيما قام سيد أسامة معروف مدير عام تقنية المعلومات بشركة بتلكو بتقديم كاس بتلكو للشوط الثاني إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة فيما قام سيد عبد الرحمن صادق عسكر بتقديم كاس اللجنة الأولمبية للمضمرة الفائز عبد الله كويتي ترجمة نانسي قنقر